قبل ايام خرج السفير الامريكي للحديث عن انسداد الافق السياسي في اليمن وهو بذلك لم يضف شيئا بل اكد المؤكد فالمشهد السياسي اليمني لم يشهد جديدا منذ الاتفاق على التهديئة غير المعلنة وقفض التصعيد لكن السؤال ما مستقبل البلاد في ظل ما وصلت اليه سياسية ما هو بديهي ان الحرب هي البديل فالحرب هي اداة السياسة العنيفة التي تخاضه من اجل احداث تغيير سياسي او تجاوز عوائق سياسية تمهد المشهد التفاوضي وفق نتائجها لكن هل ذلك هو السيناريو المنتظر في اليمن وفق المعطيات فان الحوثيين قد عزموا امرهم على الذهاب نحو الحرب وذاك امر لا يحتاج الكثير من الجهد لادراكه فالتحشيدات على الارض والتجنيد المستمر والتعبئة التي يسابق الحوثيون الزمن فيها تنبئ بذلك حتى وان كانت تحت شعارات براقة كنصرة غزة مثلا الا ان الهدف الحقيقي هو الاستعداد لمعركة يعد لها الحوثيون ومن يقف وراءهم مستثمرين الهدنة في ادخال مزيد من الاسلحة النوعية في المقابل لطالما كرر مجلس القيادة الرئاسية الحديث عن استعادة الدولة سلما او حربا وان لم يرد خوضها فمراقبون يرون انها ستفرض عليه من قبل الحوثيين في نهاية المطافة لكن ما يسعى اليها الحوثيون اليوم هو التوصر الى اتفاقات ثنائية مع الفاعلين الاقليميين وتحييدهم عن اي صراع قادم لكي يستفردوا بالقوى اليمنية بالداخل ظنين انهم اكثر تسليحا وعتادا وقوة من جميع تلك الاطراف التي تعاني حد اللحظة من التفرقة والتمزق في الولاء والهدف لكن هل الحرب وحدها هي السيناريو المقبل ليس شرطا ان يكون ذلك فحالة لا حرب ولا سلم قد تطول الا ان الحرب قادمة في نهاية المطاف لا محالة